وبدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي يرفضان اقتياح رفح الفلسطينية وخلال مشاركته في جلسة حوارية حول الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياد قال شكري أن الوضع في غزة مروع ولا يمكن السماح بالمزيد من الدمار والقتل ما يجب فعله هو أن نوضح بأن لدينا رغبة بإقامة الدولة الفلسطينية ووضع حل للقضية الفلسطينية وتنحية جانبا دوامة العنف التي استمرت على مدى 70 عاما أن أتخذ خطوات وتدابير ملموسة هناك قدرة هناك آليات وهناك أدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها لكي نفي بهذا الشرط ولكن هذا هو إعلان وليس تصير أو مسار ويجب أن يكون هناك التزام واضح لتطبيق ذلك والسياسات تأتي أقولها يجب علينا أن نضع حدا للوضع الراهن وهذا لن ينتهي إلا إذا ما كان هناك التزام من قبل أولئك القادرين لدينا جميعا دور يتعين أن نلعبه ونحن نعرف ثوابت هذا الدور وما لمحه وليجب أن نكون هناك عراصر خارجية تؤثر على ما نقوم به إذا ما كنا جادين بشأن وضع حل لقضية الفلسطينية ووصولا إلى التكامل ووضع حد لدوامة العنف ترجمة نانسي قنقر